آله وصحبه وسلم وبعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج وهذه الحلقة الخاصة مع حبيب إلى قلوبنا وأنا فرح جدا ومصرور ومما يجعلني فرحا ومصرورا في هذه الأيام أنني رأيت دكتور عائد القرن بيستضف من قبل قنواتنا أو الأخرى ويتنقل في مساجدنا دكتور محمد العريف نفس الموضوع شعرت بكلمة إن هذه أمتكم أمة واحدة لم أشعر لا بسعودي ولا مصري ولا ليبي ولا جزائري إنما أشعر أننا جميعا تحت راية واحدة وأيضا مما يفرحنا في هذه الأيام أن يأتي فضيلة الدكتور محمد الهبدان حافظه الله وبرك الله فيه وفي علمه وهو الذي معنا في هذه الحلقة وهو ضيف هذه الحلقة ولا أقول هو ضيف بل هو صاحب مكان فأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور يا مرحبا بكم بل أنتم الأطياف عندنا في مصر الله يكري فحياكم الله وبياكم في بلدنا الأول مصر الحبيبة جزاك الله خيرا وبرك الله فيك وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك حيثما حللت آمين آمين جزاك الله خيرا وبرك الله فيك ونحن نستفيد منكم جزاك الله خيرا وهذا من تواضعك وأسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة لا نقولها تواضعا بل نقولها من باب إصداء الفضل لأهله جزاك الله خيرا فكما قال غيري من العلماء نحن مشايخنا مصريين تعلم القرآن على مصريين وعلمونا في الشريعة على المصريين وقرأنا القرآن وخدنا الإجازة على إخوة من المصريين أيضا فسبحان الله أنتم أهل الفضل جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا رب طب بدون مقدمات دكتور محمد وأنت تتابع ما يحدث أيضا في بلدك مصر لأن كل بلد للإسلام هي بلد لكل مسلم ووطن لكل مسلم كيف يستطيع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وكيف نستطيع أن ننهض بلدنا وأن نحل مشاكلنا من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلع وسلم عليه الصلاة والسلام يعني هذا الموضوع في غاية الأهمية ما يتعلق بكيف ننهض بهذه الأمة نعم وأنا أولا أتحفظ على مسأة الدعاة فقط نعم لأن النهض بهذه الأمة ليس فقط أمر معلق بالدعاة نعم هو معلق بالجميع نعم الصغار والكبار والرجال والنساء العالم والجاهل والوزير والحقير والعزيز والذليل الجميع مطالب بالحركة لرفع شأن هذه الأمة فالعمل لمصلحة البلد ومصلحة المسلمين ليست خاصة لأناس دون أناس نعم وهذا من الإشكالات الموجودة عندنا أنه يتوقع بعض الإخوة أن العمل لرفع الأمة هو موكا إلى أناس مخصصين وأنا لا علاقتني بالموضوع يا أخي الكريم القرآن لم ينزل إلى العلماء فقط ولم ينزل إلى الرجال فقط ولم ينزل إلى النساء فقط بل الخطاب موجه لمن؟ يا أيها الذين آمنوا كل من كان مؤمنا فإنه داخل في هذا الخطاب وفي هذا النداء أي أن كان منصبك أي أن كان موقعك أي أن كان جنسك أي أن كانت موقعك في هذه البلاد فأنت مطالب بالعمل إذا استشعر الإنسان هذه القاعدة الكبرى أن الجميع مطالب بالعمل نعم ننتقل للخطوة الثانية ماذا نعمل؟ نعم هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي دائما ننجس مع بعض حيانا ماذا نستطيع أن نقدم لبلدنا هذا في مصر أو في أي بلد من بلاد الإسلام كيف نستطيع أن ننهض بهذه البلاد؟ أنا أقول هناك أشياء معنوية وهناك أشياء حسية من أهم الأشياء التي نستطيع أن ننهض بها بلادنا هذه هي أن يبدأ الإنسان بنفسه بتطبيق شرع الله تعالى يا أخي الكريم إن من أسباب الخير والرزق والسعادة والراحة والرفاهية وكثرة الخيرات هي أن تقيم دين الله تعالى في نفسك أنت ما محافظتك على صلاة الجماعة ما محافظتك على الحجاب ما محافظتك على بعدك عن الحرام ما محافظتك على بر الوالدين وصلة الأرحام والبعد عن شهادة الزور وقول الحق والأمانة والصدق والوفاء وغيرها من شعار الإسلام كلما أقام الإنسان هذه الشعار في نفسه كلما كان الخير إلى بلادنا أكثر والله تعالى يقول هذا ليس كلامي هذا كلام الله تعالى قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إذن لا بد من الإيمان لا بد من إيماننا بالله تعالى والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ماذا قدمت الإيمان ماذا فعلت من الطاعات والتقرب إلى الله تعالى بالصالحات ولو أن أهل القرى آمنوا وماذا بعد يا رب والتقو إذا مع الإيمان لا بد من التقوى معنا لا بد أن تفعل ما أمرك الله تعالى وتجتنب ما نهاك عنه ما نهاك الله تعالى عنه طيب ماذا نستفيد يا الله إذا آمنا واتقينا ما الفائدة من هذا الأمر هنا الذي نريده ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات الله أكبر لم يقل بركة واحدة بل هي بركات ينزلها الله تعالى عليكم لأهل مصر ويا من كل من آمن بالله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من أي من السماء والأرض من السماء نعم هذه أولا من السماء خيرات السماء تنزل على هذه البلاد وكذلك أيضا من الخيرات ما يخرجها الله تعالى من هذه الأرض وقد رأينا ونحن مقادمون إلى مصر مساحات شاسعة خضراء ولله الحمد منه هذه الخضراء وهذه الخيرات التي في مصر من أين من الذي أعطانا الله من الذي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى من الذي وهبنا إياها الله عز وجل نعم إذا متى ما أمننا بالله تعالى واتقينا به سبحانه وتعالى اتقينا سبحانه وتعالى فإن هذا مربوط بسعة الخير والرزق الذي يعيش به الإنسان نعم ولذلك الله تعالى يقول في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط نعم الإيمان ما يعمل هذه الطاعات من أجل الله يعني يفتح له باب رزق أو من أجل الدنيا لا لا بد أن تكون مخلصا لله تعالى في عبادتك في طاعتك في صلاتك في صدقتك في تعاونك في ابتسامتك في برك الوالديك في صلتك الأرحام في تعاونك مع زوجتك نعم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من نتيجة نعم فلنحيينه حياة طيبة نعم يا إخواني في مصر إذا أردت الحياة الطيبة إذا أردت الراتب الجيد إذا أردت المرأة الصالحة إذا أردت الأبناء البررة الأتقياب إذا أردت السعة في هذه الحياة إذا أردت السعادة هذه كلها مربوطة نعم بشيء واحد وهو الإيمان بالله الإيمان بالله تعالى سبحانه وتعالى والعمل الصالح طيب نحن بدأنا بمسألة مهمة جدا يعني تحكيم الشريعة وقلت تحكيم الشريعة في نفسك طبقها على نفسك يعني ليست المسألة فقط تطبيق الشريعة الموكلة بها المحاكم والقضاء وإن كنا نطالب بذلك ونحن نتمنى هذا ونسعى إن شاء الله في ذلك وسيكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ثقة ويقينا في الله تبارك وتعالى لكنك لفت أنظارنا إلى شيء مهم يا من تطالب بتطبيق الشريعة أين أنت من تطبيق الشريعة على نفسك نعم وهذه قضية مهمة جدا يعني أحيانا دائما من الأخطاء الموجودة عندنا نعم أننا نحمل الغير أخطاءنا نعم دائما نقول مثلا والله لأننا وحننا نمشي ماشيين يعني عطس أحد الأخوة قال الله يهدي مرسي الجو بارد لا حوله زحمة مرسي كذا فأصبح أصبحنا نعلق أخطاءنا على على غيرنا يا أخي الكريم دائما القرآن يربي فينا شيء مهم للغاية ألا وهو أن التغيير يبدأ بالنفس بالنفس لا تنظر إلى الآخرين إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما قال حتى يغير مرسي حتى يغير ما بأنفسهم لا علاقة لي بالحاكم مع أن المطالب بالنصيحة وتوجيه الخير له لكن أنت أولا مطالب بك أنت ماذا فعلت ماذا قدمت هل غيرت نفسك أنت بمعنى إنه الآن الآن يطالب الإخوة بتحكيم الشريعة نعم هل أنت الآن طلبت فعلت المأمورات واجتنبت المنهيات بمعنى هل أنت حافظت على صلاة الجماعة هل أنت ابتعدت عن أكل الربا هل أنت ابتعدت عن الرشوة نعم مع الناس هل أنت ابتعدت مثلا عن التلفظ بالألفاظ السيئة هل أنت أحسنت التعامل مع جيرانك بحيث أصبحت جارا هل أنت أصبحت متعاون مع إخوانك في النهوض بهذا البلد الله تعالقل وتعاونوا على البر والتقوى على البر والتقوى أين تعاونك مثلا في هذا الزحام نحن رأينا في عدن البلاد ورأيناها قبل قريب في الزحام ونحن نقادمون إلى هنا يعني رأينا من بعض الإخوة المصرية مثلا من نزل من سيارة بدأ يحاول أن ينظم السير ويعدل هذا من تطبيق الشريعة في نفسه الآن ما قال أنا ما لعلاقة في الموضوع ولا ما لعلاقة في هذه الزحام بل بادر بنفسه ونزل ثم بدأ يعني 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 يعدل السيارات ويقدم هذا ويؤخر هذا حتى تستقيم السيارات ويمشي السير في نفسهم طيب ماذا يقول الدكتور محمد لبعض المتخوفين من تطبيق الشريعة أقول لهم ما الخوف هناك ما لخوف نقول نعم نقول لماذا تخاف أصلا أتخاف من حكم الله تعالى نعم يعني هذه الشريعة هي أسهل الشرائع وأعدل الشرائع لو تأمل هؤلاء الإخوة هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والشرائع السابقة اللي عرف البون الشاسع وبين الشرائع السابقة وشريعتنا من حيث السورة واليسر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خففت على المسافر قصر الصلاة والمسع على الجوارب وكذلك الجمع وكذلك خففت عليه فيما يتعلق بالصيام هذا من تخفيف الشريعة كان في السابق إذا أراد الإنسان أن يتوب من ذنبه لا بد أن يقتل نفسه وإذ قال موسى لقومه يا قومي وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم فمن أراد أن يتوب في ذلك العصر لا بد أن يقتل نفسه ولكن من أراد أن يتوب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أستاذ الله وفر الله ويصلي ركعتين دون أن يخبر قسيس دون أن يخبر أحد من الناس هو بين وبين بين ربه بين ربه عز وجل كيف كيف يخاف الإنسان من تطبيق الشريعة والله تعالى وقل فيها جلد ورجم والذي فرض والذي فرض هذه الشريعة هو أرحم الراحم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لن يكون فلان أو فلان هو أرحم من ربك عز وجل نعم وإقامة هذه الشريعة حينما يجلد مثلا الزاني وتقطع يد السالق هذه فعلت لماذا؟ كما قال تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ حَيَاةٌ يَأُوْلْ أَلْبَابِ لما فرض الله تعالى هذه وإن كانت في ظاهرها أنها فيها قسوة على هذا الإنسان إلا أن فيها خيرا لهذا الإنسان نعم ووجه الخير هنا أن إقامة القصاص تمنع من القتل نعم إذا عرف القاتل أنه سيقتل توقف نعم فسلم القاتل والمقتل والمقتل فأصبحت حياة حياة لهذا وهذا ولذلك نحن نقول يا إخواننا الطبيب حينما يعني يجي العملية ويبتر عضوا ويفتح بطنا هل هذا جريمة؟ لا يفعلها رحمة يفعلها رحمة وإلقاذا بهذا الأمر حينما يضرب الوالد ولده وتضرب الوالدة ولدها أحيانا وتقص عليه في الضرب أحيانا والكلمات هل هذا معنى حقدا وكرها لها؟ رحمة رحمة وإشفاقا عليه هو يريد بهذا الألم وبهذا العتاب هو أن يمنعه ويحجبه عن شر قد يقع فيه ولذلك نحن نقول لهم لا تخافوا من تطبيق الشريعة لأن الشريعة تأمر بالعدل الله تعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل إقامة العدل كما قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد والقصد هو العدل وقد أمر الله تعالى بالعدل حتى في القول وإذا قلتم فعدلوا وأمر الله تعالى بالعدل بين الناس نعم كما قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بالعدل فأنا مطالب بعدين قال لاحظ تعبير القرآن نعم وإذا حكمتم بين الناس كل الناس كل الناس مسلمهم كافرهم حرهم وعبدهم ذكرهم وأنثاهم أي كان هذا الإنسان ما قال وإذا حكمتم بين المؤمنين وإذا حكمتم بين النصارى بل عمم العبارة نعم فالحكم للجميع بالعدل ولذلك لما طبقت الشريعة كانت البلاد في العالم في ذلك الوقت من أفضل البلاد عمر بن عبد العيز لما طبق الشريعة خلال سنتين لم يجد لم يجد أحد يقبل الزكاة نعم ما وجدوا من يقبل الزكاة حتى أن حتى أن عمر بن عبد العيز يستفتي ماذا نفعل بالزكاة نعم ماذا نصنع بها حتى أفتهى العلماء بأنه يشترى بها الرقيق ويعتقون لوجه الله تعالى إلى هذه الدر لما أقيم شرع الله تعالى أمن النصراني واليهودي وغيرهم على أنفسهم وعمى العدل والرخاة في البلاد من الناس من عندهم شبهات ويقول البلد فيها مسلمون وفيها نصارى فلماذا تريدون أن تطبقوا شريعة الإسلام على الكل حتى على النصارى من الناس من يقول هذا ويردد هذا أنا أذكر على هذا قصة شريح القاضي نعم رحمه الله لما اختصم إليه من علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب الخليفة والطرف الآخر من يهودي يهودي فلما احتكما على درع الدرع علي رضي الله عنه المدعي يدعي أنها له نعم واليهود يقول هذه لي شريح رضي الله عنه قال لعلي البينة هات البينة على كلامك نعم للخليفة للخليفة خليفة المسلمين فقال البينة عندي الحسن يشهد بأن هذه الدرع درعي قال يا أمير المؤمنين أو يا علي حتى ما يقول يا أمير المؤمنين نعم من باب المسواة بين الخصمين نعم قالوا يا علي أنت تعرف أن شهادة الولد لا تصح لأبيه فقال ما عندي بينا قال إذن الدرع لليهودي لليهودي فحاكم شريح بالدرع لليهودي مع أنه يهودي نعم ضد أمير المؤمنين علي مطالب وهذا العدل الذي حصل هو الذي سبب إسلام اليهودي وتشهد بشهادة الحق لما رأى هذا العدل والإنصاف في تطبيق الشريعة منهم من يظن ويسمع أنهم إن طبقوا الشريعة إنهم سيهدمون الكنائس ويقتلون النصارى ويفعلون كذا وكذا من الأشياء والقرائم التي نهى عنها الإسلام أصلا لما فتح عمر بن عاص نعم مصر ماذا صنعه هل هدم الكنائس لم يفعل هل قتل النصارى جواب لا لما فتح صلاح الدين بيت المقدس هل قتل النصارى هل سفك الدماء أبدا نعم ولا هدم شيئا لما حكم المسلمون كان حكم المسلمين من أعدل الحكم بخلاف الطرف الطرف الآخر نحن نقول الآن على مدار التاريخ على مدار التاريخ إذا رأينا أن من تولى الحكم في بلاد العالم من أهل الإسلام تجد أن فيهم العدل والرحمة لما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس ما قتل النصارى ولا سفك الدماء ولا مع أنهم فعلوا فعلوا ومع ذلك عفى عنهم رحمه الله نعم وكذلك صلاح عمر بن عاص رضي الله عنه لما فتح مصر نفس القضية تعامل معهم بل إننا بل إننا يعني موصون وموصون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان بالإحسان إليهم استوصوا بأهل مصر خيرا ولم يحدد عليه الصلاة والسلام بكل أهلها عموما لم يحدد من هم أهل مصر هل هم النصارى هل هم المسلمين هل هم هو كلام عام استوصوا بأهل مصر خيرا فإننا بهم رحمة ولذلك نحن نقول لإخواننا لا تخف من تطبيق الإسلام ولا تخف من حكم الإسلام لأنه من خلال الواقع الذي مر علينا في التاريخ نجد أن لما تولى أهل الإسلام الحكم في بلاد عم الأمن والرخاء والعدل والمساواة بين الجميع كلهم سيأخذ حقه ومحقه واحد يقول دكتور محمد أنت قزاك الله خيرا لكن نحن عندنا مشاكل اقتصادية وعندنا مشاكل وعندنا مشاكل هل يا ترى أنا الآن إن صليت وصمت وذكرت وزكيت وتصدقت هل يا ترى ستحل مشاكلي ما دخل تحكيم الشريعة بصلاحنا ما دخل تحكيم الشريعة باقتصادنا الذي ينهار ما دخل تحكيم الشريعة في مشاكلنا السياسية في مشاكلنا الاقتباعية في مشاكلنا ما دخل الشريعة بذلك نقول أن الله تعالى هو الذي خلق سبحانه وتعالى هذا الكون وهو أعلم بما يصلح حاله نعم وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أن صلاح الحال إنما يكونوا بالتمسك بصلاح دين الله تعالى بصلاح دينك نعم وكما ذكرنا قبل قليل من الآيات الله تعالى قال أيضا في آيات أخرى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن عد المنكر ولله عاقبة الأمور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم من الذي يتضلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن الأمن أعظم نعمة ينعم بها الإنسان لا يمكن أن يقوم للبلد اقتصاد إذا لم يكن هناك أمن ولذلك أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على أهل القريش نعمة الأمن نعمة الأمن ولذلك قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن كما حصل الآن لله الحمد الآن أهل مصر يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئا الحمد الآن ولذلك نحن نقول ليس صحيحا أن نفصل الدين عن واقع الحياة بل إن من أسباب السعادة والرزق ونحوها تقوى الله تعالى قال الله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ نعم من حيث لا تحتسب تأتيك الأرزاق وهذا لو إنسان طبقها يجد أن هناك من القصص والوقاع ما يثبت هذه القضية وكذلك الله تعالى يقول فَقُلْتُوا اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا سُبْحَانَهُ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لما دخل رجل على ابن عباس وقال أدعو الله أن يرزق الولد قال استغفر الله ثم جعي له آخر وقال أدعو الله أن يرزق المال قال استغفر الله ثم قال أرزق آخر فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله فقالوا يا ابن عباس كل ما أتى إليك الرجل قلت له استغفر استغفر الله تعالى قال ألم تقرأ وقوى الله تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب والله لا أحصي الإخوة الذين ابتلاهم الله تعالى بالعقم ثم قلنا لهم استغفر الله تعالى إلزم أنت وزوجك الاستغفار أقسم بالله العظيم أنه بعد سبعين أو ثلاثة يأتي أقول أبشرك أن زوجتي حامل الله أكبر أنا أقسم بالله العظيم دفعوا مئات الآلاف من أجل العلاج لإنجاب الولد ما استطاعوا فلما رزموا الاستغفار رزقهم الله تعالى بل أحدهم ثمانية عشر سنة لم يرزق بالولد بعدها لما رزم الاستغفار رزق بابنتين توم ولله الحمدل منه نعم وقد جاء وأخبرني بذلك فلذلك نحن نقول لإخواننا إن من أسباب الخير هناك أسباب شرعية إذا فعل الإنسان فإن الرزق يأتيه كصلة الرحم مثلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم تحتاج لتعليق هذه الأيام لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني سيصب الله تعالى عليهم الخير صبا صبا لكن هذا مقرون بإيش يعني يقيموا بما أنزلهم يقيموا التوراة والإنجيلة وما أنزل إليهم من ربهم متى ما أقمنا شرع الله تعالى فإن هذا مقرون بالخير الذي يعم العبادة والبلاد ولذلك نحن نقول لإخواننا عليكم بطاعة الله تعالى يعني إذا وصلت الرحم فإن هذا مقرون بالخير قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط لهم في رزقه وينسأ لهم في أجله فليصل رحمه إذن إذا أردت سعة الرزق وطول العمر فعليك بصنة الرحم إذا أردت الرزق والخير فعليك ببر الوالدين فإنهما من أسباب الخير الموجود في البلاد أحد الإخوة زرته قلت يا فنان وهبك الله تعالى الولد الصالح والمال ومحبة الناس والله إن الناس يحبون وحب جم وقد رزق فتح الله تعالى عليه المتح فتحا عظيما وقد رأيت وأنا جالس في بيته خدمة أولاده يعني كلما نظر إلى شيء معين تسابق هؤلاء الأنها في خدمته بشكل عجيب فلما خرجوا قلت يا أخي أنا أريد أن أعرف السر في هذا الأمر قال والله يا أبا عبد الله أنا منذ أن كنت في السادسة ابتدائي حتى بلغت ما بلغت من العمر وأنا لم أقل لوالدي كلمة لا الله أكبر ما قلت له بحياتي لا لم يسمعها مني حتى أنه أحد المرات أردت أن أذهب مع الشباب في رحلة نعم فقلت لي والدي أريد أن أذهب لرحلة مع زملائي هو يقص عليك نعم نعم فقال لي والدي لا تذهب يقول ما قلت له ليش خلنا أروح معه لأن دائما تضيق علي أو بدأ يعني يطلب منه مباشرة قال نسم وأبشر ولم ولم أردد معه في الطلب يقول كانت الوالدة موجودة عندي تسمع فقالت للوالد يعني لماذا لا تسمح لفلان أن يذهب إلى مع زملائه دائما عندك يخدمك اسمح له أن يذهب لرحلته يقول فناداني يا فلان تعال تعال إن كان زملائك مراحوا نادهم واذهب معهم ماذا كان موقفي يقول هذا الشيخ يقول لا يا والدي خلهم يروحون وأهم شيء عندي رضاك بعد رضا الله تعالى نعم يقول أنا ما أرى من الخير الموجود عندي في السعة في المال وصلاح الولد وحب الناس لي إلا هذا الأمر أني لم أقل يوم من الدهري لوالدي لا نعم ولكن نحن نقول لهذه الأشياء لها أثر على حياة الناس يا أخي ديننا هو الذي يأمرنا بالتعاون لبناء هذا الوطن نعم وهذا البلد حتى لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فليغرسها هذا الدين الذي أمرنا به نعم ليغرسها معناها أنت مطالب بالعمل ولذلك نحن نقول إخواننا لماذا لا تتعاون جميعا للنهوض بمصر نعم أنا أعطيك على سبيل المثال لماذا لا تقوم الشركات مساهمة الآن للنهوض بمصر نعم لماذا خيرات مصر الآن مزارع وأعظم محصول عندنا في مصر هو القطن نعم يخرج من مصر ويذهب إلى الخارج ليصنع ثم يؤتى يباع علينا بأضعاف بأضعاف نعم لماذا لا تقوم الآن وأنا هنا أناشد تجار مصر وأهلها أن تقام مصانع عن طريق المساهمات المالية أنا أذكر تجربة الاستخراب ولا أسمي استعمار في العالم الإسلامي لما رأوا سعة الخيرات الموجودة في العالم الإسلامي وجدوا أنه لا يستطيعون سلب وسرقة هذه الأموال إلا من خلال إقامة الشركات مساهمة من خلالها يستطيعون سلب هذه الأموال والخيرات الموجودة في العالم الإسلامي ونحن نقول الآن لماذا لا تقام شركات مساهمة لإقامة مصانع في مصر لا ننتظر إعانا من الخارج ولا ننتظر إعانا من الغرب ولا من غيرها نحن بأيدينا بعد توفيق الله تعالى قادرون على النهض بمصر يعني لو كل واحد مصري الآن ساهم مثلا ببئة ألف جنيه لبناء الشركة مساهمة ستأتي حين عددنا والله الحم 80 مليون فوق الثمانين ثمانين مليون أو أكثر من ثمانين وصلنا تسعين مليون ما شاء الله تبارك الله فأنا أقول يعني إذا عددنا تسعين مليون ألا نستطيع أن نقيم شركات ضخمة تصنع يعني أن تصبح مصر تصدر أكثر من ما تستورد أنا أقول والله قادرون تحتاج أنا في وجهة نظري الآن إلى أن تقام شركات مساهمة تبدأ بهذه الشركات المساهمة في المنتجات المصرية ثم بعد ذلك يبدأ العمل فيها سيستفيد منها الجميع البلد سيستفيد الفلاح سيستفيد المواطن سيستفيد المرأة ستستفيد كل الجميع سيستفيد حتى أنه سيكون هناك يعني تعاون فيما بين الأهالي للنهض في هذا البلد هذه من الأشياء المهمة عندي وهو أن تقام شركات مساهمة عاجلا لإقامة مصانع توظف هؤلاء الشباب ويعني تزدهر اقتصاد هذا البلد من الأشياء المهمة أيضا في مصر مثلا رقالات السويس وتحتاج أيضا إلى دراسات من أجل استثمار هذا الباب العظيم لرفع الاقتصاد المصري كذلك أيضا من الأشياء المهمة التي يجب أن نتعاون فيها في رفع اقتصاد المصري وهو الإخوة الذين في خارج مصر ما دوروا مع مصر؟ المصريون المصريون نعم ما دوركم يا إخواني في رفع اقتصاد المصري نعم لو مثلا كل مصري يعني حول دولار واحد فقط إلى مصر فإنه سيكون هناك يعني رفع اقتصادية ضخمة لأنه عندنا في المملكة مثلا والله الحمد عندنا ضيوف أكثر من مليون وخمسمائة ألف من إخوان المصريين لو كل واحد حول فقط دولار واحد إلى مصر سيكون هناك رفع اقتصادية ضخمة فكيف بالعالم؟ أنا دورت يعني كثير من دول العالم لم أجد بلدا إلا أجد فيه إخوة مصريين أساتذة وآطباء ومهندسين وعلماء وخطباء في العالم الإسلامي كله فهؤلاء أين دوركم في النهض باقتصاد مصر؟ ولذلك أنا أناشد الأخوة الذين في خارج مصر من المصريين إلى المبادرة إلى تحويل أموالهم إلى داخل مصر من أجل النهض باقتصاد المصري كذلك أيضا أطالب من خلال علاقاتنا المصرية علاقاتنا نحن أن نتحرك في جذب المستثمرين إلى داخل مصر يعني مشينا الآن مساحات واسعة أرض خضراء لماذا لا تستغل هذه الأرض الطيبة مع هذه الأمطار والله الحمد منه والخيرات بالزراعة والاستثمار فيها من المستثمرين غير مصريين من غير المصريين نعم لكن أحيانا أنا أحتاج إلى أن نحرك علاقاتنا الشخصية أنا معا احترامي لرأي فضيلتك في مسألة أن يقوم أهل مصر بمصر بما أننا جميعا يعني شيء واحد وأمة واحدة ونحو ذلك وأنا سعيد جدا بزيارة عن المشايخ والدعاء وأهل العلم خصوصا من المملكة إلى بلدنا وأن يتنقلوا بين قنواتنا وأن يتنقلوا في مساجدنا وأن يروا أحوالنا على الطبيعة هل يترى ممكن لهؤلاء الدعاة والمشايخ ممكن يكون لهم تأثير في بلدهم على رجال الأعمال أو نداء لرجال الأعمال في بلدهم للاستثمار أيضا في مصر ممكن يكون لهم دور في ذلك ممكن وحصل هذا نعم العلماء عندنا قبل أسبوع تقريبا قاموا بحملة نعم حملها على الشبكة العنكبوتية لمساعدة مصر نعم والوقوف معها اقتصاديا الشيخ سلمان ومجموعة من المشايخ الكبار قاموا بحملة من أجل النهوض باقتصاد المصري من خلال يعني المستثمرين التجار يأتون إلى مصر نعم من خلال تحريك التحويلات الخارجية إلى داخل مصر وغيرها من من خلال أيضا شراء السلع المصرية يعني كانوا يناشدون تجار تجار العالم الإسلامي شراء البضائع المصرية لأنها تدعم الاقتصاد المصري كل هذا طرح وأنا وعده أكرر نعم لا نعلق الجلس على شخص معين نعم يا إخواني دائما نقول كلنا نبدأ أن نتحرك نعم لا تعلق ربما حركت هذا الإنسان الصغير يرفع السماعة على العالم الفلاني أو على التاج الفلاني ينفع الله بها العباد والبلاد نعم الراهب كان يتعبد الله تعالى سنين ما كان له أثر نعم والغلام الصغير كان له أثر على كل القرية كان له أثر كبير على الأمة كلها نعم ولا يزال تتلى آيات في القرآن الكريم نعم من أجل هذا الصبي الصغير الذي له أثر نعم فأنا لا أريد أن الإخوان المشاهدين أن يربطوا أنفسهم أن يعلقوا آمانهم بشخصيات معينة نعم نحن نقول هؤلاء أسباب نعم نطرق هذه الأسباب وكل يتحرك وأقول كما قال غيري ضع بصمتك أنت على أرض مصر أنا مطالب محمد الهبدان أني أتحرك لمصر لأن مصر هي بلدي نعم فلا بد أن أتحرك فيها ولا بد أن الشيخ علاء أيضا يتحرك ولا بد أن الأخت الفلانة تتحرك ولا بد للشاب أن يتحرك ولا بد أن المعلم أن يتحرك والمهندس وأنا قادم من السعودية إلى مصر بل و لما كنت في السعودية كنت أفكر كيف نستطيع أن ننهض باقتصاد مصر نعم هذه قضيتي أنا وهي قضية كل يعني إنسان يعني يشعر أنه هذه الحواجز التي وضعت نعم هي حواجز وهمية لا حقيقة لا قيمة لها نعم لأن الرابط التي بيني وبين الأخ المصري هي رابط التوحيد نعم نبينا واحد ديننا واحد و ربنا واحد سبحانه وتعالى فهذه لا قيمة لها هذه الحواجز نعم وسيأتي اليوم التي ستذهب هذه الحواجز وينتقل المسلم في بلاد العالم الإسلامي فقط بطاقة واحدة كما كان في الدولة نعم العثمانية فأقول لي أخواني هناك العلماء وأقول وأبشر لأخواني هناك هناك حركة من الدعاة في المملكة العربية السعودية وأنا أتكلم على من المملكة لإقناع كبار التجار من أجل الاستثمار وين داخل مصر من خلال بناء مثلا بناء عماير وبيعها على الناس نعم مشاريع سكنية مشاريع سكنية نعم هذا من المشاريع طريحت وأرجو أيضا أن يكون هناك تسهيل نعم من قبل الحكومة المصرية مثل هؤلاء التجار بحيث أنهم يقدمون إليها كما أيضا آمل أن يكون هناك وفود نعم وفود ترسل من مصر إلى مثل هذه الدول لالتقاء بكبار التجار وإقناعهم ويكون لهم ملزام الاستثمار بداخل مصر بل كنت أطانب قديما كنت أطانب بإنشاء ولعلها إن شاء الله من هنا من قناة الرحمة نعم أن تكون بركة ويتولىها أحد الإخوة وهي إنشاء رابطة تجار المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي نعم أقول والله الذي لا إلى غيره لو أن تجار المسلمين اجتمعوا في رابطة في رابطة واحدة لا استغنينا عن أموال الدول نعم نعم ولذلك نحن نقول يا إخوان التجار أتمنى أن تنشأ رابطة تجار المسلمين في أنحاء العالم ويكون لهم لقاء تستثمر هذه الأموال هذه الأموال التي يملكونها سواء كانت من الزكوات أو كانت من الصدقات أو كانت أموالا تجارية هذه الأشياء لو استثمرناها مثلا الآن مثلا نتجه أول ما نتجه مثلا لمصر نعم وتقام خلال سنتين عدة مشاريع ضخمة من أجل رفع هذا الاقتصاد نعم خلال سنتين بعد أن ننتقل إلى ليبيا بعد أن ننتقل إلى تونس بعد أن ننتقل إلى واتحل مشاكل بطالة ومشاكل كثيرة ستحل مشاكل كثيرة جدا يعني أنا طرح كان تجار مصر فقط أنا على يقين أنهم يستطيعون أن يخرجوا مصر بفضل الله من أزمتها الاقتصادية وغيرها مش مصر فقط تجار مصر فقط ورقال أعمال مصر فقط فما بالنا برابطة تجمع كل تجار المسلمين في كل الدول في كل الدول سيكون لها أثر كبير جدا على العالم الإسلامي العالم الإسلامي ولن يعني ولن يستطيع الغرب أن يضغط على المسلمين أو على الحكومات المسلمة في تغيير مساراتها لأنه أنا أستطيع أن أدعم ولا صندوق نقد دولي ولا غيرها بل عندنا من خلال يا أخي بيل قيس لما جمع مجموعة أربعين تاجة من تجار أمريكا خرج بمليارات نعم إذا كان شخص واحد تبرع أو بيل قيس تبرع بثلاثة وعشرين مليار دولار ثلاثة وعشرين مليار دولار من أجل مؤسسة واحدة لأعمال التنصير أين تجار المسلمين الآن؟ أنا قرأته في كتاب الدكتور عبدالوديد شلبي عرب ومسلمون للبيع لا حول أولك وتألا بالله ذكر أن بعض هؤلاء من المسلمين تجار المسلمين وضع أمواله في بنك فرنسا ولما أراد أن يسحب أمواله من برونك فرنسا ذكر له رئيس البنوك يعني دعنا ستة أشهر وذهب بأربع طيارات خاصة ليحمل أمواله من فرنسا بعد ستة أشهر لا إله لك تتخيل يعني هذا واحد فالشاهد أنه يعني أموال المسلمين بإذن أو بتجار المسلمين لو قامت سنستفيدنا كثيراً ولذلك أنا أوجه تجار مصر بل تجار العالم الإسلامي إلى الاستفادة من الزكوات هذه الزكاة لو استثمرناها لحلة مشاكل الكثير من الناس مثال على ذلك هل يمكن لتجار المسلمين نعم بدل أن تصرف الزكاة لإعطاها الفقراء وتذهب هكذا أن يبنى فيها مشاريع سكنية للفقراء تبنى فيها مشاريع سكنية للفقراء بحيث أن والله الأرمنة والمطلقة والمقعد المريض الذي لا يستطيع العمل هؤلاء يكفون من جهة بناء المساكل لهم نعم تنحل مشكلة كثيرة هل يمكن لتجار المسلمين أن يبنوا مجمعات تجارية بحيث أن الفقراء يعطى محلاً يهيبه له يملكه يتكسب منه بعد ذلك بدل أن تعطيه مثلاً ألف جنيه ثم ينفقها ثم ينفقها ثم ألف جنيه يريد أخر ثم ينفقها خلاص حين نقطع هذه الاستهلاك ونجعله منتجاً عملياً بحيث أنه يعطى محلاً تجارياً في مجمع تجاري ويقال هذا لك الآن تملكه وتعمل فيه تجارة ما شئت افتح ما شئت يعلم يدرب على بعض الأعمال التجارية ثم ينطلق فيها هذه الأشياء أن دافع الزكاة دافعها ادفعها فيما ينفع ولا تضع هذه الأموال سدى أو نحوها ولذلك أن أقول التجار لو قاموا بدورهم فإنه كثير من الأشياء ستنحل في مصر وأعقب أيضاً نعم إنه ليست القضية معلقة بالتجار ولا الحكام ولا العلماء بالله سبحانه وتعالى نحن نعلق آمالنا بالله عز وجل وكل هذه أسباب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى وفجأة في حديث تلمي عن عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغذوا خماصاً وتعودوا بطانة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا لابد من التوكل وتفويض الأمر إلى الله وتعليق القلب الله تعالى أيضاً جانب مهم للغاية وهو لابد أن نلتج إلى الله تعالى في كشف البلواء نعم أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوم سبحانه وتعالى متى ما دعونا الله تعالى بالضرار وخضوع وخشوع فإن الفرج سيأتي إن شاء الله لاحظ الإنسان إذا ابتله الله تعالى بمرض خطير كيف يكون دعاؤه وكيف يدك بحرارة بحرارة وخشوع وبكاء بشكل عجيب ولكن إذا كان للمسلمين اللهم أنصر المسلمين اللهم فق أزمة المصر تخرج تخرج من غير قلب خاشع ولا عين دامعة نحن نريد مثل ما فعلت في دعائك الخاص لما ابتلاك الله بالمرض نريد نفسه حينما تدعو لأهل مصر أو للفع البلوى عن أهل مصر وأهلنا في هذه البلد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي هذا الجانب مهم وهو الدعاء والانتجاء لله تعالى وقد فعله خير محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي غيرها وكان ينتج إلى ربه ويدعو ويلح الله تعالى في الدعاء فأنا أطالب الإخوة أن يتحرك وجانب آخر مهم وهو أن البلد لا يقوم على شخص واحد لا بد من الجميع لا بد من الجميع إذن كلمة عن الفرقة في الختام لأنه يشوريننا إليه أيوة وخير ما يختم به وهو كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف كله شر كله شر الخلاف شر ولذلك نحن نقول لإخواننا تطامنوا وتطاوعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بن معاذ وابي موسى الأشعالي تطاوعا ولا تختلفا نحن نقول لإخواننا تطاوعوا فيما بينكم الخلاف فيما بيننا ليس في خلاف في قضايا عقدية إيمان وكفر الخلاف حيانا في قضايا منهجية في قضايا فقهية يسع الجميع يعني الإطار العام ونحن الآن أمام أمام عاصفة يراد القضاء على مصر ومصر تعتبر هي بوابة العالم الإسلامي مصر هي البوابة لفتح بيت المقدس مصر هي التي من خلالها إذا عادت إلى قوتها ونهضتها ستقوى جميع العالم الإسلامي إن شاء الله كل العالم الإسلامي أن يعلق آمانه بعد الله تعالى بأهل مصر ولكن نحن ناشد إخواننا هناك إلى جمع الصف وحدة الكلمة وعدم التنازع والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لا قيمة لكم خلاص وآمر الله تعالى بالاعتصام قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن حينما نقول اعتصموا تمسكوا توحدوا لا يعني ذلك أني والله في قضايا خطيرة نحن في خلاف خلافاتنا في أشياء سهلة يعني يسعى الخلاف فيها نعم واختلف الصحابين بينهم مع ذلك بقوا إخوة نعم ويدعوا بعضهم لبعضا ويوعينوا بعضهم بعضا فنقول خلافنا فيما بيننا لا يفسد للقضية ود كما قال أهل العلم ولكن أنا وناشد إخواني العلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين إلى أن يكونوا سببا في جمع الصف وكل كلمة وكل فعل وكل تصرف ممكن أن يؤدي إلى خلاف المسلمين فدعه نعم فالمسلم من سلم المسلمون من نسانه ويده ويده أسأل الله أن يؤلب بين قلوبنا يا رب العالمين أمين يا رب جزاك الله خيرا جئت أهلا وحللت سهلا الله يحيي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك حيثما حللت آمين بارك الله فيكم وأشكر أهل مصر جميعا على استقبالهم وترحيبهم لنا وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا يا رب أمين يا رب جزا الله خيرا فضيلة الدكتور محمد الهبدان على هذه الكلمات وجزاكم الله خيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الهدى وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته